الناس نازلة ليه كده؟ رد رد على دعوة الاخوان يا عبد المنعم وفتوح دي انا بقول لها حالاتكم دي رسالة ممكن الناس يقراها كده انا شخصيا من الناس اللي شايفينها كده وشايفها اكتر من كده ابعد من كده لكن في ناس شايفة انه ده اهو احنا بنرد بقى بنرد فين؟ في البرلمان فانت مين بقى حضرتك؟ بتقوليني ايه؟ بتخاطب مين؟ ومين معاك؟ طبعا ده الخطاب هنتكلم فيه بعد شوية وبنسبة الخطاب طبعا تعرفين نهاردة ابن الجاسوس مرسي اسمه اسامة المطلوب للعدالة اعلن زواجه مش مهم اللي عايز يتجوز يتجوز وعنده اخ تاني اللي كان انه بيحشش بتاع مخدرات ده واخ تاني مش عارف ايه وعندش مشكلة اي حد هو حر يعني عندش مشكلة لكن انا لفت نظري ايه وعايزكم تسمعوا الجملة دي جملة اللي جاية دي لفت نظري فقط مين يا طرى يا طرى شاهد على العقد شاهد على العقد عقد نجل الجاسوس مرسي اسامة محمد 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 مرسي الجاسوس العياط مين هو اسألوا نفسكم عشان تعرف بس حضرتك هسيبكوا تلاتين ثانية تفكروا تقدروا تقولوا مين خيالك يروح فين او ويقولك ايه انا مش اخواني ما كنتش اخواني اقول ليه علاقة بالاخوان خالص مين اللي انه اخواني مين هو هشام قنديل رئيس حكومة الجاسوس مرسي هو الشاهد على العقد احد الشهود يعني على عقد ابن الجاسوس هشام قنديل رئيس حكومة الجاسوس محمد مرسي العياط وتيجي تتكلم وقتها مناش علاقة بالاخوان والله لما جابونا عشان احنا بس مش عارف ايه